بعد سنوات من الحرب تم تعيين وزير جديد للدفاع تعيين جاء في سياق تغييرات حسمة الجدل في اثنين من المناصب الهامة والشاغرة حتى صدور هذه القرارات أحدهما منصب محافظ عدن بعد أيام من نجاح مسعى عماني في تواصل وزير الدفاع المعتقل في سجون ميليشيا الحوتي اللواء محمود الصبيحي مع أفراد عائلته تسارعت وطيرة التحركات باتجاه حسم التعيين المؤجل لشغل منصب وزير الدفاع والذي كان يقوم به بالإنابة الوزير المعين الفريق محمد المقدشي باقي وضع الوزير محمود الصبيحي وشقيق رئيس الجمهورية ناصر منصر هادي الذي تمكن هو الآخر قبل يومين من إجراء تواصل مماثل مع أفراد أسرته بمسعى عماني باقي وضعهما إلى جانب معتقلين سياسيين بارزين رهن المداولات والمشاورات التي عقدتها الحكومة مع ميليشيا الحوثي في إطار ما عرف بخطوات بناء الثقة وفيما يبدو أنه يعكس بنظر المراقبين حالة من عدم الارتياح لترتيبات التواصل بين اثنين من أبرز المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي مع عائلاتهما بواساطة عمانية دون دور مباشر للحكومة والتحالف جاءت هذه التعيينات والتي عكست في جانب منها أيضا رغبة التحالف في إعادة ترتيب الهرمية القيادية للمؤسسة العسكرية على مشارف التحولات العسكرية الميدانية التي تشهدها حاليا أهم الجبهات في البلاد وفق أولويات التحالف لا أولويات اليمنيين عين الرئيس هادي اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة ورقاه إلى رتبة فريقه في ترتيبات تراعي على ما يبدو متطلبات توزيع القوة والقرار على أساس جهوي وهو توجه حاكم لمسيرة الرئيس التي بدأت قبل ستة أعوام وبعد أكثر من عام ونصف على بقاء منصب محافظ عدن معلقا بعد استقالة المحافظة عبدالعزيز المفلح حسم الرئيس هادي أخيرا أمره وعين وكيل أول المحافظة أحمد سالم ربيع محافظا للمحافظة وعين محمد ناصر عبدالرحمن شاذلي وكيلا أولا لمحافظة عدن ظل التحالف يبدو جليا في قرارات الرئيس وتعييناته حتى وإن بدأ الأمر في هيئة حراك اعتيادية للمناصب القيادية إذ تمت ما يعزز رغبة هذا التحالف في توجيه مصير البلاد وتحديد مسارها المستقبل وفق الأولويات غير المتطابقة مع مصالح اليمنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر